موسيقى 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 برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج لأنك يؤم من الضروري كأمهات فهم طبيعة المرحلة اللي بيمر فيها طفلنا من حيث مظاهر النمو المختلفة لكل مرحلة كالنمو الفيزيولوجي والجسدي النمو الحسي والإدراكي وكل شي بيحتاجه طفلنا بهي المرحلة وكمان أكيد التسنينه وأعراضه اللي هاي هل هي ضرر أم ضرورة؟ هذا كله حتشوفه بحلقتنا لليوم بس مثل العادة بالبداية بدنا نرحب برولا كيفك رولا؟ نيحة أخبارك تمام يعني فعلا هي مرحلة جدا مهمة للإمهات وللأطفال قدي فيها تطورات قدي حنشوف نحن تطور بالبيبي يعني منلاقي يبلش عن جد البيبي يتحرك إن كان بإيديه بيقدر يقلب على بطنه على ظهره حركات مختلفة حتى يمكن بيبلش بقى بيعمل حركات إن كان بيوشه أو بإيديه بيقدر بيوصل لشي هو يمكن بده أو عم بيحاول يوصل كتير تطورات بس بالبداية بنا نحكي عن التطور لدماغ اللي هو أهم تطور عند الطفل سح بدنا نشرح أكثر واللي هو تطور لدماغ بيبدأ من عمر السبع أشهر بالبطن يعني لما تكون الأم حامل ووصلت لشهر السابع بيبدأ هون التطور لدماغ أو التطور الذهني والعقلي زي ما منسمي وبيبلش هون يحتاج الطفل زيوت أكتر من غزاء الأم فبصير إذا الأم ما عم تتغذى منيح بالزيوت اللي هي مهمة للدماغ مثل مثلا زيت السمك زيت الزتون والزيوت النباتية مهمة كتير لنموة الدماغ إذا ما كان عم بيلاقيها بيصير الطفل يسحب زيوت من عقل الأم وعشان هيك بنسمع أن الحوامل دائما بيحسوا حالهم بنسوا كتير ماشي كتير مركزين لأن الطفل بالشهر السابع وفوق بيصير يسحب هاي الزيوت إذا ما كان عم بيلاقيها من الغزاء تبع كل يوم فعشان هيك هلأ منظمة الصحة العالمية صرت عم تنصح أن الحوامل من الشهر السابع يأخذوا حبوب الأوميغا ثري اللي هي حبوب زيت السمك واللي بتساعد بالتطور الظهني عند الجسم الجنين وبتساعد كمان الأم أنها تأخذ زيوت إذا ما كانت عم تكلها بالأكل تبع كل يوم هلأ كمان منشوف كتير تطور ذهني وعقلي عند الطفل من عمر أول ما يخلق لعمر الثلاث أشهر واللي هون احنا منشجع دائما على الرضاعة الطبيعية لأن الرضاعة الطبيعية مهمة كتير لتزيد الذكاء أو الذكاء عند الأطفال فعادة منشوف أنه اللي عم بيخدوا حليب صناعي مستوى الآيكيو لفل عندهم اللي هو تطور الذكاء أوطى من اللي عم بيخدوا حليب طبيعي أو حليب الأم خلينا نسميه أنا كنت بمؤتمر للرضاعة الطبيعية ببرلين قبل أسبوعين تقريبا وعملوا دراسات مكثفة على قديش التطور العقلي أو الذهني عند الطفل اللي عم بيخد حليب الأم عم بفرق عن الطفل اللي عم بيخد حليب صناعي وفرجونا إياها بتجارب واضحة على حيوانات وكيف مثبته إنه كيف التطور فرق من حليب الأم للحليب صناعي إحنا عملنا حلقة قبل عن الرضاعة الطبيعية ومشكلها عشان نساعدكم تردعوا أكتر ومنشجع كمان إنه رضاعة طبيعية ضلها ماشية بأول ست أشهر من حياة الطفل لأنه هي هاي المرحلة اللي كتير بتعطي ذكاء عند الأطفال أو بتطور الذكاء وبتطور العقل والذهن هلا أكيد وطبعا هذه فوايد الرضاعة الطبيعية ما بتخلص كتير وما بتنعد بس بدنا نحكي أكتر عن خلينا نقول إذا بدنا نعرف نحن طفلنا ماذا الزكا طبعه هلا فيه فعلا فحوصات بتخلينا نعرف أديها الطفل الزكي أو فعلا بحاجة إنه يمكن نهتم فيه أكتر بهذا الشي هلا عادة أول ست أسابيع واللي هي منسميها الأربعين ما بنشوف إشي كتير عند الطفل بس بيوكل وبرضع وبنام يعني هاي هي ما فيه إشي أكتر بس بعد ست أسابيع بتبدأ الأم تشوف إشياء حركات تبدأ تشوف إنه بدوا عيني يركزوا لأنه ما بيكون بيشوف قبل فأول إشي تطور النظري إذا بدك نسميه ما بيكون الطفل بيشوف ألوان بيشوف خيالات والخيالات هاي بتفرق معه أو بيشوفها أوضح إذا مثلا شاف لون غامق جنب لون فاتح فمنلاحظ أنه الطفل بيجذب نظره الألوان الغامقة أكتر من الألوان الفاتحة لأنه بيشوفها أحسن بس على ست أسابيع بيصير يشوف وعادة بيصير يشوف إذا الأم هيك حاملة طفلها بوضعية الرضاعة بيشوف لعند عينيها أو لعند وجهها آه مسافة أسيرة هاي هي المسافة اللي بيبدأ يشوفها على ست أسابيع بعدين بتصير تكبر المسافة وبيصير يشوف أوضح بيبطل يشوف خيالات بيصير يشوف ألوان وأشكال طب هون شو السبب إنه البيبي بتلاقي بهيد المرحلة بيكون زعلان عم يبكي أو فيش يمدايقه بغض النظر عن السبب بتلاقي هو بيشوف أمه أو حتى بيشم ريحتها وبطل بكه صح هو بيشم ريحتها بيحس فيها بيحس بداءات قلبها بس ما بيشوفها عنجد بعدين بيبدأ يميزها بعد ست أسابيع هلا كمان التطور كيف ممكن الأم تشوفه إنه مثلا إذا بتمسك له لعبة لونها غامق أو فيها ضو مثلا وبتحركها من اليمين للشمال وبتشوف إذا هو عم بلحقها هذا ممكن يكون امتحان لنشوف إذا هو عنده تطور العنين عم بيمشي بسرعة كمان تطور السمع كتير مهم بهاي الأوقات إنه إذا هو مثلا كان عم بردع وفجأة سمع صوت وقام تمه عن الصدر مثلا أو الرضاعة وانتبه للصوت هاي كمان بتفرجينا إذا بيكون في عنا تطور للحواس اللي هي مثل السمع أنا كمان بنصح إنه نعمل فحص سمع للطفل يعني بتذكر لما ولدت بنتي الأولى بكندا أول ما خلقت إجوا عملوا لها فحص للسمع واللي هو كتير مهم نعمل وقت الولادة أو بعد بشوي لأنه طفل بأول ثلاث أشهر بيكون عم بيجمع كل الأصوات اللي عم بيشوفها واللي هي اللغة بمعنى آخر وإذا ما كان عم بيجمعها صح بأول ثلاث أشهر منلاقي إنه صار في عنا صعوبة بالنطق ومشاكل تأخر بالكلام فمهم كتير نعمل فحص السمع أول ما يخلق الطفل ونظلنا نرائب كل الأشياء بعدين طبعا نحنا كيف بدنا نطور هيد الحواس عند الطفل يعني نحنا هلأ حكينا إنه في حواس فعلا نحنا عم نشوفها يعني الام بتبدأ تشوف كيف طفلة مثل ما قلتي معها عم يمشي باللعبة أو عم يعمل حركات كتير بلش إن كان بإيدي أو بسمعه أو بنظره نحنا إذا بدنا نحفز لهيد الحواس كيف بصير بالانتر اكشن يعني نضلنا نتفاعل مع الطفل يعني مثلا الأم بتكون بتردع تمسك إيده تحرك له إيده تشوف إذا مثلا بتحط أصبعها جوا إيده بسكر عليها فهاي بصير في عنا تطور للمس تخلي يمسك ماشي يمسك إشي مثلا صلب إشي بارد سخن هيك بصير في عنا تطور لللمس وهي حاسم الحواس أما تطور سمع بدنا نحكي معه كتير وهون تطور السمع بيكون أحسن من تطور النظر عند الأطفال فكتير من ركز على الأغاني اللي الطفل بيسمعها الموسيقى الكلاسيكية هي من أهم الأشياء اللي لازم الطفل يسمعها بأول ثلاث أشهر بعد الولادة لأنها بتساعد بتطور السمع فمسلا إذا الأم بتكون عم بتردع أو قاعدة مع الطفل تحط موسيقى كلاسيكية بتساعد كتير طبعا مشان نشوف إشياء أكتر عن هذا الموضوع وعن تطورات الطفل رح نروح مع بعض نشوف هيدا التقرير ومنرجع تعتبر برقبة الطفل وهو ينمو من التجارب الرائعة لدى الأمهات من أهم دلالات تطور الدماغ لدى الطفل عندما يبدأ بتحرك يديه وقدميه بشكل متساوي ويبتسم عفويا ويصدر أصوات ويبدأ بالاستجابة للأم يبدأ بالوقوف والتكلم تنضج لديه حاسة السمع والشم والتذوق ويبدأ في رؤية الأشياء والتعرف على الأشكال والألوان يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى أن يكون في بيئة تنشط حواسه على النحو المناسب وتعمل على تطوير مهاراته الحركية بشكل تدريجي طبعا شفنا مع بعض بهذا التقرير التطورات بشكل عام بس هلأ بنا نحكي عن التطور الحركي والجهاز العصبي للطفل طبعا نحن نعرف أنه ليس حصرا فقط بس مقتصر على تطور الدماغ بل هو ممكن يوصل إلى تبعيات من عن طريق البيئة المحيطة من عن طريق كتير إضافات تانية بنا نحكي أو نشرح لمشاهديننا أكتر عن تطور الحركي والمخ بنفس الوقت أنه شو أسباب أو شو الأشياء اللي فعلا بتساعد هلأ تطور المخ بأثر كتير على الجهاز العصبي عند الأطفال واللي منشوفه مش كتير عم بتطور بأول ثلاث أشهر فمثلا منشوف الطفل بعمل حركات لا إرادية كتير مثل مثلا فجأة إيدي بتحركوا هيك وبينقزوا أو فجأة منحس إنه الحنك السفلي عنده تيري رج هيك بهذه الطريقة وهذا عشان الجهاز العصبي لسه ما كتمل نموه بيكتمل على الشهر الثالث عشهر الثالث تمام بيكتمل نموه وبصير ما منشوف هاي الحركات لا إرادية هلأ عشان إحنا نحاول نساعد بالتطور الصح للجهاز العصبي أنا من الناس اللي بحب الكوفالية بأول ثلاث أشهر والكوفالية اللي هي شرحنا بالحلقات الأبل بتكون حرام صغير بيكون بيساعد إنه يخلي الأكتاف هيك مضبوبة جوا بس ما منعمله كتير ضيق على منطقة الحود عشان ما يعمل خلع بالولادة وهذا بيساعد كتير على التطور العصبي منبطل نشوف إنه الطفل عم بتحرك كتير وحركاته بنأزه وبيساعد بأول ثلاث أشهر يمكن بالمرحلة اللاحقة بعد ثلاثة أشهر بيبقى في شيء اسمه حركات إنعكاسية اللي هي بتكون عبارة عن نحنا بنعرف طبعا كلنا أكيد إنه البيبي بيخلق عنده جهاز عصبي بداي بعدين بيبدأ بيتطور هلأ بيبدأ بحركات إنعكاسية ممكن ردات فعل مثل ما تفضلتي وقلتي هيدا بتطوراته إنه نحنا مثلا إذا بنا نقول البيئة المحيطة وأحيانا تحفيز إلو دور فعلا بيساعد لنطور هيدا الشيء هون كلهم بيجوا مع بعض هلأ إذا بدك تطورات النطق والسمع والنظر اللي حكينا عنهم بيمشي كلهم مع بعض مثلا إذا الأم قاعدة عم بتردع الطفل وقامته بس هيك بدها تلعب معه شوي ممكن لما عم تطلع عليه بتعمله حركات بتمها مع أصوات بيصير يقلدها فهاي كلها بتيجي مع بعض تطورات هك جماعية إذا بدك جماعية وخلينا نقول يمكن كمان نحن وقتا منحسس البيبي أنه برافو أو حتى لو هو صغير يمكن في ناس بتلك بعضه صغير ممكن ما يوصلوا هيدا هيدا الرسالة خلينا نقول لا أم بلا بتحسي البيبي عن جد بيفهم وقتا أنت بتنبستي من ردة فعلك على أي حركة عمله فبتشجعي أكيد أكيد لازم لازم يكون فيه تفاعل مع الأم حتى فيه درسات أثبتت أنه إذا الأم قادة عم تقرأ مثلا كتاب هي والطفل جنبها تقرأ بصوت عالي حتى لو هو ما بده يفهم أو ما رح يفهم بس بصير فيه تفاعل بيسمع الصوت بيسمع اللغة هاي الأشياء كتير مهمة طبعا كتير فيه تطورات رولالة رح نحكي أكتر أكيد بس بعد هيدا لبريك تكي ومنرجع بعدنا مكفين بالتطورات اللي منشوفها على طفلنا ببداية حياته حكينا شوي عن بعض التطورات الجسدية ويمكن الأشياء اللي نحنا منلاحظها تطورات خارجية خلينا نقول طوله ووزنه بدنا تفاصيل أكتر أكيد عن هذا الموضوع الوزن أهم الأشياء اللي نطلع عليها والأم بتكون دايما كل شهر بتتعرف قدي سطر وزن البيض طبعا وزن البيبي لازم يضله يزيد فعالشهر الثالث بيصير وزنه ضعف وزنه وقت الولادة يعني مثلا إذا ولد ثلاثة كيلو على الشهر الثالث بيكون وزنه ستة كيلو والوزن من الأشياء اللي بتتابع عن طبيب الأطفال كلما نروح نزور طبيب الأطفال بيأخذ هو الوزن والطول وبتابعهم على هيك كورف معين عشان يعرف إذا عم بيزيد أو عم بنقص وين هو الطفل قديش لازم لازمه أكتر وجبات عشان نزيد وزنه وعالشهر التاسع بيصير وزنه ثلاثة أضعاف وزنه وقت الولادة فمسلا إذا ولد ثلاثة كيلو عالشهر التاسع بده يكون تقريبا تسعة كيلو تمام ثلاثة أضعاف هلأ كمان من أحد الأشياء اللي منشوفها غير أنه تطور الوزن والطول هلأ نحن بدنا نحكي على مقاسات الجسم يمكن نقول أكتر تلاقي الدكتور دايما بيركز على مقاس الرأس مع طول الجسم بشكل عام هيدا شو دلالاتها يعني هي على شو بدل بحال كانت صحيحة أو إذا فيها شي غلط هي بدل على تطور سليم عند الطفل تطور بالوزن والطول كتير مهمة نضلنا نقيسها بأول ثلاثة شهر لأنها بدل إذا الطفل عم بيأخذ حليب كفاية أو بحاجة لمساعدة أكتر أو نزيد له الكميات لأن عادة إذا أم أول مرة عم بتجيب طفل ما بتكون تعرف أديش الكميات وخصوصا إذا رضاعة طبيعية فما بتعرفي أديش عم بيأخذ إذا عم بيأخذ صح عم بيشبع ما عم بيشبع فهي هاي الدلالات بأول فترة خصوصا بأول ثلاثة شهر بدلنا إذا الطفل عم بيرضع صح حليب كفاية ولا بدون مساعدة طبعا أكيد يعني عم نلاحظ دايما رولا المحور الأساسي هو الغيزة يعني وقتها بيكون الغيزة سليم عم بتكون أنه حياة طفلنا بشكل كامل هو سليم إن كان من الدماغ وتطور الزكا وكل هاي دي التفاصيل أو حتى يمكن لنموه الخارجي وجسمه بس السؤال هون هلأ الولادة المبكرة أنه الولادة المبكرة ممكن تأثر على كل أنواع خليني أقولك ما بدي أعمل حصر لأي نوع من أنواع تطورات لا أخرين نقول كل أنواع التطورات اللي بي نشوفها مع الطفل مزبوط الولادة المبكرة ممكن نشوف فيها بطء خفيف بالتطورات بأول ثلاثة شهر بس ما منعد عمر الطفل من وقت ولادته اللي كان متوقع أبل خلص مثلا ولد بوقت معين حتى لو دخل على الـ ICU تبع الأطفال منعده من وقت ما ولد يعني منقول ولد مثلا اليوم عشرين شهر بعشرين شهر البعده صار عمره شهر ما منعد من بعد منتوقع نشوف بطء خفيف بس برجع يعني بزبط حاله بأول سنة أنا ممكن خلص منقلع يعني خلص آه طب تمام هلأ الأمة هات فيه يمكن نصايح خاصة للأمة لتكون هي قادرة تطور هيدا النمو عند الطفل شو هي أهم النصايح بهذا الموضوع أنا بالنسبة لي أهم النصايح بأول ست أشهر من حياة الطفل نركز كتير على الموسيقى الموسيقى الكلاسيكية أو أي أنواع موسيقى هادئة للأطفال بالمحل ما أنت بتكوني قاعدة أو إذا الطفل بالسيارة نحط له هاي من الأشياء اللي كتير بتساعد على تطور الذهني وتطور الحواس عند الأطفال وخصوصا بتهدئة الأطفال الأطفال ببكوا كتير مش كتير عم بسكتوا مش كتير عم بيناموا بسهولة الموسيقى كتير بتساعدهم وبتساعد بتطور الحواس النظر ممكن نشتغل عليه بلعب بسيطة ألوان بسيطة حوالينا واللمس وهي الأشياء كمان بنشتغل عليها بألعاب بسيطة لمس بسيط تفاعل بسيط من الأطفال من الأم والطفل طبعا هلأ كمان في أحد أهم التطورات هي تطور النوم أو يمكن علاقته خلينا نقول بالغزا بدنا شرح مفاصلة عن هذا الموضوع مزبوط هلأ هو الغزا أو وجبات الطفل كتير باعتمدوا على تطور النوم أو النوم باعتمد عليهم هلأ الطفل أول ما يخلق بيكون عم بيأخذ من 8 ل 12 وجبة بنهار وهون رضاعة طبيعية عم نحكي بعد الست أسابيع بيأخذ من 8 ل 12 مرة بس منلاقيهم شوي شوي عم بيقلوا بعد الثلاث أشهر بحتاج من خمس لست وجبات باليوم بالأربعة وشرين ساعة كل وجبة بتتراوح من 180 أم أل حليب ل 240 حسب حاجات الطفل في أطفال ممكن يحتاجوا أقل في أطفال ممكن يحتاجوا أكتر بس بدوا يكملهم بنهاية الأربعة وشرين ساعة تمام تطور النوم بيأخذ مع الوجبات يعني نشوف إذا الطفل ما عم بيأخذ الوجبات اللي هو بحاجة لإلها ما بينام منيح بالليل لأنه بيصير يطلبها بس الطفل ست أسابيع خلينا نقول بحتاج أنه ينام أو منصير نشوف تطور بالنوم من 6 ل 8 ساعات متواصلة خلال فترة الليل طبعا قبل الست أسابيع ما عنا أي تطور بالنوم يعني بيكون ثابت ما بيكون ثابت يعني الطفل بده كل ثلاث ساعات تقريبا يأخذ وجبة يخلص الوجبة بينام شوي برجع بعد ثلاث ساعات بفي لأنه معدته بتكون صغيرة وما عم تكبر بسرعة عشان تلبي الاحتياجات وينام منيح على 6 أسابيع منصير نشوف أنه صار فيه شوي تطور بالنوم يعني صار عم بمدها 6 ساعات بالليل تمام وعنده نومات متقطعة بنهار من 3 ل 4 نومات متقطعين بنهار بتروحوا من ساعة ل 3 ساعات مدتهم طبعا عم نحكي بعدنا عن النوم تطور النوم لعمر 6 شهور حكينا بعد 6 شهر بعد 6 شهر منشوف أن الطفل بينام بالليل من 10 ل 12 ساعة أو 10 ل 11 ساعة تقريبا ويكون في عنده نومتين بنهار كل واحدة بتتراوح من ساعة لساعتين طبعا تطور النوم كتير له علاقة بتطور الأكل أو وجبات الحليب اللي عم بيخدها وأنا من الناس اللي بنصح بإشي اسمه كلستر فيدينج اللي هو بفترة بعض الظهر يعني عم نحكي من الساعة 3 بعد الظهر للساعة 8 اللي هي وقت النوم أنه الطفل ما يأخذ وجبات كبيرة ومتباعدة عن بعض يأخذ وجبات صغيرة وقريبين عن بعض يعني كل ساعة يأخذ له رضعة خفيفة هيك بتساعد إنه بتحوش له كالوريز أو وجبات صغيرة لنوم فبنام أحسن بالليل وما بيكون ما أخذ وجبة كبيرة وما بتنيمه بعد الظهر ويفضل ما نيم الطفل من الساعة 3 بعد الظهر عشان نعرف نيمه بالليل بلل هيدا أهم شي طبعا أكيد مكفيين أكيد معاكن بس بعد هيدا لبريك تاكي ونرجع بعدنا مكفيين معاكن مشاهدينا وعم نحكي أكيد حديثنا عن التطورات اللي منشوفها على طفلنا بعد الولادة ومرحلة نموه لعمر الست أشهر هلأ بلشنا نشوف البيبي عم بعد أصبعه يمكن عم يعمل حركات هيك عم بده أي شي هيك يفرق فيه سنانه اللي هو يمكن يدلنا على أنه البيبي بلش يسنن شو هي أهم الدلالات اللي بتشوفها الماما اللي بتعرف أنه عن طريقة أنا ابني بلش هلأ فعلا عم بيسنن أول إشي بتشوف الترييل إنه بريل كتير بنزل كل اللعاب اللي بتموه لبره فمطلوا يرقين بس لما تشوف هذا الريالة مش يعني إنه التصنين رح يبلش بكرة أو رح تشوف سن بكرة ممكن الترييل يضلوا مدة ثلاثة أشهر يضلوا ينزل اللعاب اللي بتموه بعدين نبلش نشوف ظهور خفيف لأول سن وبهدول الثلاثة أشهر خلينا نقول مع إنه اللعاب بيضلوا ينزل براتهم مثل ما قلتي بيحك بيدخل إيده يحكها ونحسوا منزعج كتير لأنه أعراض التصنين كتير بتزعج الطفل ما هو نحن بدنا نحكي على الأعراض يمكن الأمهات بتقلك أنه أنا أبني دايج لأنه عم بيسنن في أعراض هي طبيعية وفي أعراض يمكن تكون مش طبيعية وبدأ استشارة الطبيب بدنا تفسير أكتر عن هالموضوع الأعراض الطبيعية هو إنه بيضلوا يحك جوا وأول حكي بتكون هيك من قدام لأنه اللثة التحتنية اللي بتبدأ تطلع لسنان الأولى والسنين اللي بيكونوا أول إشي القواطع بعدين اللثة الفؤنية بتبلش تطلع السنين التانين بعدين من نرجع لللثة التحتنية منطلع لسنان اللي ورا وبعدين للفؤنية فمنحس أن الطفل مزعوج من عند لثته عم بنزل كتير لعاب برا وما عم بينام منيح دايما بيأثر عن النوم بيأثر عن النوم طبعا لأنه الوجع بيزيد بالليل أكتر من بنهار فبيأثر على النوم ممكن كمان الأم تشوف أنه البيبي صار عنده إسهال أو صار في عنده مخاط عم بطلع مع الخروج حرارة كمان بنتج مع أنه الحرارة لا تعتبر حرارة سريرية يعني لا تعتبر حرارة من عارض مرضي بس تعتبر حرارة من عارض يعني هيك تسنين أنه حرارته بتزيد بس لما تيجي تأخذ مثلا ميزان الحرارة وتفحص له حرارته رح تحسها أنها زايدة شوي وعادة الحرارة الشوي زايدة بتزعج بعض الأطفال أكيد طبعا هلأ بتختلف من طفل لطفل في أسنان في أطفال لما يسننوا عادي ما بتفرق معهم في أطفال كتير بنزعجوا يعني مثلا أنا التوأم اللي عندي بنفس الوقت تسننوا بس الولد ما كان يزعجوا البنت بكل سن يطلع كان مثلا حرارة وبكى وقلت نوم وكل هاي الأشياء فهي بتختلف من طفل لطفل من الأشياء اللي بتساعد على التسنين أو بتساعد الطفل أنه نعطي عددات العددات تختلف أنواعها في عددات طرية في عددات كتير آسية في الأشياء اللي بتكون داخل البرودة أو ممكن نجمدها ونعطيها صح البرودة كتير مهمة وفي عددات مسننة هيك بيكون فيها زي أسنان بيقدروا يعدوا عليها هاي من أهم الأشياء اللي لازم تكون موجودة وبتساعد الطفل أنه بالحق بتساعد الطفل بأنه يعد على يعني هي سليمي استخدامها ما أنا مؤزية أبدا طبعا نستخدم العددات اللي ما بتكون مدهونة بدهان مش مناسب للأطفال نتأكد إنها مدهونة بدهان مناسب للأطفال الربر تبعها أو المطاط تبعها معمول من إشياء مثلا صحية للأطفال ما يكون إشياء مش وثقين من صحتها لأنه كلها رح تروعة تموه تمام هلأ بعدنا مكفين عن التسنين وراح نروح مع بعض نشوف هيدا التقرير عن التسنين ونرجع عندما يبلو معظم الأطفال من العمر تقريبا الأربعة شهور إلى خمسة شهور تظهر عليهم علامات التسنين المبكرة الأولية وهي عبارة عن حكة باللثة مع الألم وارتفاع درجة الحرارة وعض الأصابع وتعكر المزاج تعتبر هذه المرحلة من أحد المراحل الصعبة التي تمر بها الأم والطفل على حد سواء على الأم راعات هذه المرحلة لدى طفلها كإعطائه أشياء يمضغها مثل الفكهة أو الخضار كما تساعد المشروبات الباردة الخالية من السكر على تهدئة لثة الطفل بعض الأطفال لا يعانون من هذه العلامات المبكرة لظهور الأسنان حيث تحدث لديهم عملية التسنين عند عمر السبعة شهور إلى ثمانية شهور طبعا شفنا مع بعض هيدا التقرير عن التسنين أكيد والمرحلة صعبة كتير لأنه فعلا بتلاقي الأم ضايجة والبيبي ضايج أنه هي مش قادرة تلاقي له حال يعني أصعب شي أصلا تشوفي ابنك موجوع من شي ومش قادرة تعملي له شي غير أنك يمكن تضعطي مسكنات ومثل ما قلت المسكن بنعطى بدوز معين يعني بحجم معين ما فينا نزيد عليه لأنه أكيد بالنهاية بدر فنحنا ممكن نتلافع بطرق تانية خلينا نقول يمكن نلاقي حل مزبوط غير الفرجاتكم ياها البرش اللي بتيجي على الأصبع بنقدر نستعمل إذا الطفل عم بيوكل مثلا خيارة جزرة اتعت فواكه إنه يعد عليها بس كمان بنرجع إنه لازم تكون باردة فبتنحط بالفريزر مثلا وبيمسكها وبيعد عليها هون بدنا ننتبه إذا الطفل ما بيقدر يبلع ميح عنا خطورة الاختناق ففي أدوات معينة زي هيك بتكون منخل بنحط في الفواكه أو الخضار وبتسكر من فوق وهو بمسكه وبيصير يوكل الفواكه أو الخضار الباردة كتير فبتعطيه البرودة وبنفس الوقت بيعد عليها وبيخد العصير تبع الفواكه أو الخضارة وهي فائدتها هون فعلا عم تكون فائدة كبيرة باتجاهين خلينا نقول أنه الاتجاه الأول عم بخفف قلم البيبي من أسنانه وبنفس الوقت عم ياخد فايدة الغزاء اللي هو إن كان فواكه أو خضار صح ومثل ما قلنا السوائل كتير مهمة بهذه الفترة لأنه جسمه بيحتاج لسوائل أكتر عشان يضبط الحرارة ولأنه بيخسر جسمه كتير من اللعاب فلما يخسر اللعاب كل السوائل عم تطلع من جسمه فنحاول نعوده بالسوائل إذا ما عم بيحب الحليب لأنه في كتير أطفال بفترة تسنين ما بيحبوا الحليب لأنه الحليب بيزيد من إنتاج الميوكس أو اللي هو المخاط اللي بيكون هون وهذا المخاط بضيقهم فنلجأ للعصائر الطبيعية اللي بتعطيه السوائل وبتعطيه الفتامينات اللي بيحتاجها مثل عصير التفاح مثلا فهاي بتساعد أنه بألام التسنين وبتعطيه السوائل وبتساعد كمان أنه نعطيه شيء يتسلة فيه أكيد هلأ فيه إشياء يمكن كمان ممكن نحنا نعتبرها نوع من أنواع المهدئات خلينا نقول الأعشاب الطبيعية هلأ الماما فيها تلجأ لهيك إشياء ممكن أن تستخدم الأعشاب الطبيعية كسوائل بما أنه نحن طفلنا بحاجة سوائل فينا نستخدمها كسوائل ومهدئة بنفس الوقت للأعصاب مزبوط منستعملها إذا الطفل بلش عم بيوكل الأكل الصلب ومنقدر نستعملها بس ما نلجأ لها بدل الحليب لأنه الطفل بهاي الفترة بيكون محتاج للأملاح والفيتامينات اللي هي بالحليب فما نلجأ لها مثلا كل نهار يأخذ هاي الشاي أو هاي الأشياء عشان ما نعودوا عن الأشياء اللي بدوا إياها مكفيين أكيد رولا بس بعد هيدا لبريك تاكي ومنرجع برحب فيكن عن جديد مشاهدينا وحديثنا هلأ عن اللهاية اللهاية مع أنه في جدل كتير كبير حول استخدامها برغم أنه في دراسات أصبتت أنه ممكن تقلل من الموت المفاجئ أضرارها وعوارضة وإذا فيه إلى فوائد بدنا نحكي عنها أكيد هلا لهاية مثل ما قلتي ممكن تقلل من الموت المفاجئ عند الأطفال الرضع أول ما يخلقوا لأنه هو نايم بيضلوا عم بمس فبيضلوا عم بيحرك فالجهاز العصبي عنده عم بيضلوا يشتغل وبالتالي كل الأجهزة عم بتظلها تشتغل عادة الموت المفاجئ من لقيه صار من توقف مفاجئ بأي من أجهزة الطفل وبيصير في عنا موت مفاجئ فعشان هيك هي بتقلل من الموت المفاجئ وما بتخلي الطفل يصير عنده توقف بأي من أجهزته بتساعد كتير على النوم ليش؟ لأنه الطفل لما عم بمسها عم بيطلع زي اللي هي إشارات مهدئة للدماغ وبالتالي الدماغ عم بفرز إشياء بتساعد بتهدئة الطفل ومساعدته على النوم ويمكن كتير من الأشخاص بيعرفوا أنه كتير من الألترا ساوندز اللي منشوفها بالحامل عند الحامل بيكونوا الطفل عم بمس أصبع فهي إشي طبيعي أنه الطفل يلجأ له عشان يريح حاله أنه يمس فالمس من الإشياء اللي بتساعد الطفل أنه ينام ويرتاح طبعا إذا الطفل عم بمس أصبعه وكان جعان ما رح يعرف ينام فهي منلجأ لها بعد ما نكون تأكدنا أنه الطفل أخذ وجبته وشبعان جاهز للنوم بالإشياء اللي حكينا عنها بالحلقة السابقة بتساعد الطفل أنه ينام بعدين منلجأ لها كخطوة أخيرة لحتى الطفل ينام يعني عادي نلجأ لها أنا من الأشخاص اللي بحبها بس ما منلجأ لها بكل ما الطفل يبكي يعني ما بتكون ذاكي أنه تسكيتة الطفل هي منلجأ لها بس بتخت وبس بفترة النوم وبيمسها الطفل لمدة دقيقتين أو ثلاثة وبيروح بنوم عمي يعني أنت بتنصح باستخدامها بوقت النوم فقط يعني مش خلال النهار خلينا نقول إذا بدو نام بنهار أوكي بس خلال النهار أنه بتلاقي أحيانا أميات كل الوقت البايبي هنا خلط هذا استعمال خاطئ للنهار لأنه بيكون خلال النهار الطفل عم بلعب عم بيسمع أصوات بيصير بدو يقلدها بيلاقي فيه لهاي بتمه فهي ذاكي أنها بتوقف التطور اللغة وتطور الحركات عنده وكمان لما طفل يبلش عم بيصحف ويلاقي لهاي قدامه بصير هو لحالة يحطها بتمه وهيك بيصير بتعود أنه هاي ذاكي أنها دائما مسكرت له تمه وبالتالي كمان إذا كانت مثلا على الأرض بتكون عم بتلم جراثيم فبيصير فيه جراثيم عم تنحط بتمه مهون أنا بدي أسألك سؤال عن هيدا الموضوع اللهاية إذا نحنا استخدمناها واعتمدنا استخدامها مثل ما تفضلت بوقت معين بنهار يعني استخدام سليم خلينا نقول نحنا اللهاية إلى عمر معين لازم نستبدلها فيه يعني بتموت خلينا نقول أو اللهاية خلص خلص عمره لازم جيب واحدة جديدة هلأ إذا لقينا أنه صار فيها تشققات خليني أفرجيكم على هاي اللهاية عادة إذا هذا الجزء منها صار فيه تشققات بلشنا نشوف إنه ببلش بده ينمزع لازم نستبدلها طبعا لأنه بصير في عنا خطر اختناق إذا لمزعت وبلعها بصير في عنا خطر اختناق نستبدلها إذا لأنها احترت وفي لها أعمار معينة فمسلا هاي بتكون مكتوب عليها من زيرو لسكس أو أحجام معينة زيرو لستة يعني من عمر الولادة لست أشهر من ست أشهر لسنة لها شي تاني يعني لها حجم تاني فبتكبر منغيرها حسب عمر الطفل ولازم نبدأ يعني نوقف استعمالها بعد عمر السنتين لأنه بعد عمر السنتين تبدأ تأثر على نمو الفك السفلي لتهم وبتأثر على شكل الفم فعشان هيك منوقفها بعد عمر السنتين وأنا مناصل بنصح أنه نوقفها من بعد عمر السنة وشهرين طيب لين؟ عشان بعد عمر السنة وشهرين بصير يتعلق فيها كتير وبيصير صعب أنه نوقفها كيف منوقفها لما نشوف أنه صار الطفل عنده روتين معين للنوم مثلا ينام إذا بسمع صوت معين مثل مثل موسيقى معينة أو صوت ضوضاء بيضاء ينام على ساعة معينة مع لعبة معينة وقتها منقدر نستغني عنها أنا منشوف يمكن ما إلى حاجة بهذا الوقت بالضبط وهيك منصير شوي شوي نخلص منها هلأ في كتير أمهات بسألوني أنه أنا ما عوّت ابني على اللهاي صار عم له ثلاثة شهر وبلش يعطيني أعراض التسنين ومعم بينام منيح بالليل بده إشي يعود عليه اللهاي بتكون كتير مفيدة لعمر التسنين بتساعد الطفل ينام بتساعده أنه يعود عليها وهو عم بينام فبنيم حاله من الأمهات اللي ما عوّدوا طفلك على اللحاية بدنا نعوّده على الثلاثة شهر ما رح يقبلها رح يصير يبدؤها ويحسها أنه جسم غريب عليه فممكن مثلاً تيجي تجرب تحطيها بتم الطفل خلينيقول أنا حاملة طفل مثل هيك باجي بحطها بتم الطفل أول إشي رح يرفضها هيك رح يصير بلسانه يدفشها صحي فأنتي لما يرفضها ما تحطيها بتمه غصباً عنه هيك برفضها بزيادة بتصير تحطيها وتقيميها من الطفل تحطيها وتقيميها كأنك عم بتلعبي كأنك عم بتلعبي رح تيجي لحظة يصير بده إياها لما بده إياها أنت بتقيميها زي كأنه فكرة المملوع مرغوب فلما يشوفها عم تطلع من الطفل ويصير يمسكها بزيادة وهيك شوي شوي بتحبي بي فيها ويفضل ما نحببه بالله هاي بوقت هو يكون بده ينام ومش عارف ينام نحببه بوقت لعب فهيك بوقت بعد الدهار عم بلعب يخدها هيك دقيقتين ثلاثة بعدين نلجأ لها بوقتنا يعني نعتمد بطريقة مثل ما قلت لعب هيك حياخده ما حيحس أنه شي مغصوب عليه بزيادة بس رح نروح اللق مع بعض لنشوف هيدا التقرير أمنا أرجع تعد اللهاية بالنسبة للأطفال الرضع وسيلة إرضاء واسترخاء ناجحة حيث أنها تهدئ من روع الطفل سريع الغضب وصعب الإرضاء وتحقق له تسلية مؤقتة تساعده على النوم وتشبع غريزة الرضاعات لديه وتخفف من عدم الارتياح الذي يشعر بها الطفل أثناء السفر حيث تخفف من آلام أذنيه الناتجة عن الضغط العالي داخل الطائرة قد يؤدي استخدام اللهاية المفرط إلى مشاكل في اللثة والأسنان ومن أهم الجوانب الهامة عند استخدام اللهاية هو معرفة متى يجب التوقف عن استخدامها شفنا هيدا التقرير عن علاقة الطفل باللهاية طبعا أكيد في كتير بتلاقي فعلا نحن كأمعات من خاف على أي تفصيلي قد ما كانت صغيرة من أهم التفاصيل بدنا نحكي عنها هي اللهاية بتأثر على الرضاعة الطبيعية بأول أسبوع ممكن تأثر لأنها بتعمل زي كونفيوجين إنه طفل إذا مص لهاية رح يكون المص غير عند لما يمص الرضاعة إنه صدر الأم فبأول أسبوع ممكن تأثر بعد الأسبوع الأول بعد ما نشوف إنه صار الطفل يتملك المص من صدر الأم وما عنده مشاكل ممكن نلجأ للهاية بس كمان بوقت النوم بس ما يكون جعان وعم بموس لهاية أو عم بموس مصاصة أو أنينة حليم من الأشياء اللي أنا حابة شوي أركز عليها باللهاية تعقيم اللهاية لأنه اللهاية من الأشياء اللي بتحوش كتير أمراض فمنعقمها زي ما عم نعقم الأناني بجهاز التعقيم ممكن بهذا الجزء من اللهاية يصير في عنا جراثيم فيفضل إنه نجليها بطريقة منيحة وبعدين نعقمها فيه كمان زي وايبس اللي هنا مناديل مبللة خصوصي لا تنظيف اللهاية إذا بدنا نأخذ اللهاية معنا برا أو وقعت على الأرض كمان هيك من نظفها فنحرص دائما تكون نظيفة عشان هي بتنقل الأمراض يمكن الطريقة المعتادة اللي هي الأمهات بيستخدموها للهاية أو حتى للبيبرون بتلاقي بيستخدمو الغلي بالمي هيدا طريقة يمكن سليمة وكمان سريع ممكن نغليها بالمي بالزبط هلأ كمان بدنا نحكي عن اللهاية بس بدنا نحكي هلأ هي إلنا نحنا أضرارة يمكن وقلنا نحنا في إلنا استخدام سليم بس بالمختصر المفيد بدنا نخبر مشاهدينا لهاية هل هي ضرر أم ضرورة فعلا هي مفيدة وين مفيدة وين لا هي ضرورة لعمر السنتين بعد عمر السنتين بيصير فيها ضرر على شكل الأسنان ومول الأسنان وتعلقوا فيها وبتقلل من النطق يعني تطور اللغة عند الأطفال بس هي ضرورة بأول سنتين طبعا مع يعني أنه تعرف الأم كيف تستخدمها طبعا الأم الحامل بتقدر ببداية أو خلينا نقول قبل ما طولت بفترة بسيطة أنه هي تقدر عن جد تجهز هذه الأشياء يعني لهاية يمكن بعد بدى عمر كتير أنه يمكن خلينا نقول كم شهر تقدر بهيد العمر تروح وتحضرون ولا بعد بكير طبعا لازم تجيب لهذه خصوصة خصوصية لطفل حديث الولادة يفضل إنها تكون بي بي اي فري اللي هي بلاستيك فري يعني هذا الجزء ما بيطلع بلاستيك للطفل يمسوا فتنتبه لهذا الشيء كمان في منهم نوع بيكون أرثو دونتك أرثو دونتك يعني ما بتأثر على نمو الأسنان أو الشكل الخارجي للفك وكمان في منهم بضووا من هون يعني فهي مفيدة أنا بلاقيها للطفل أول ما يبلش يكبر يعني بعد ست أشهر ويصير هو واعي إنه يمسك المصاصة ويحطها بتمو إذا وقعت بالليل من تمو رح يقوم يدور عليها فإذا كانت عم تضوي من هون بلاقيها بسرعة وبحطها بتمو هاي كمان من الأشياء اللي ممكن تكون ضرر لهاي إذا الطفل تعود عليها كتير بالليل رح يظل يقوم يفتش عليها فخليها الام تعودوا كيف يلاقيها في منهم بضووا فهاي بلاقيها بليل وفي منهم فعلا صار في ابتكارات لأشكال جديدة يعني بتلاقي نحن كتر شي بخوفنا أنه اللهاية وقعت على الأرض ممكن فورا تلقوا جرسين في منهم بتلاقي فورا في إيلو كفر يعني تلقائي بتلاقي اللغة بيسكر بس السؤال الأهم بتأثر على نفسية البيبي اللهاي يعني بما أنه أنت تفضلت وقلت قبل أنه هو عم بحس مثل كأنه في شي عم بيسكر له طمو ممكن فعلا تأثر على نفسيته بتأثر على نفسيته بعد عمر السنتين أو خلينا نقول بعد عمر السنة ونص اللي هو أحسن عمر لنتخلص منها طمام طبعا هلأ هيدا وكله بس هم كفين بعد هيدا لبريك تكي ومنرجع رجعنا لكم عنه جديد والحديث رولا هلأ عن ضوجة الولاد وقدي حيعملوا ضوجة وقتها منطلع معهم برا فما بالك إذا مسافرينوا على الطيارة شو حلها هيدا القصة هي السفر على الطيارة شوي مشكلة مع الأطفال هلأ خلينا نبدأ بالأطفال الرضع إمتى بنقدر نسافر معهم عادة الطفل الرضيع إذا عمره أسبوع بقدر يسافر على الطيارة يعني لما تطلع الطيارة ما رح يأثر عليه إشي على صحته بس يفضل لما تطلع الطيارة وتنزل الطيارة يكون فيه إشي بتمه عند الإقلاع والهبوط عند الإقلاع والهبوط لازم يكون يا أنه عم برضع رضع طبعية أو أنه فيه أنينة بتمه وعم بشرب إشي أو فيه مصاصة عشان ما يأثر على ديني لأنه لما تطلع الطيارة فيه ضغط بيصير على ديني الجزء الداخلي من الدينين بعمله واجع كتير كبير وممكن إذا ما قدر يتحمله يعمله زي مشكلة بالأذن فعشان هيك منفضل أنه عند الإقلاع والهبوط فيه مصاصة بتمه أو أنينة حليب بتمه للأمهات اللي برضعوا رضاعة طبعية رح يصير فيه تأثير على كمية الحليب على الطيارة يعني لما تطلع الطيارة بالأجواء الخارجية بصير فيه تأثير على هرمونات الحليب وممكن تتقلل من كمية الحليب وزائد أنه الأم بتكون معجوقة وعم بتحضروا هذا الشيء فنسائحي للأمهات اللي عم بيرضعوا رضاعة طبعية بس والطفل ما عم بيأخذ حليب صناعي إنه تعمل بمبينغ أو تشفط الحليب قبل ما تطلع الطيارة وتحضر له يكون محضرته مسبقاً وبمرؤ معها يعني ما بيعملوا أي مشاكل عليه كمان على الطيارة يفضل إنه نعمل جدول إنه ينام الطفل بوقت السفر لأنه أول إشي في عنا صوت ضوضاء البيضاء اللي حكينا هو من الأصوات اللي بيحبوها الأطفال بأول ثلاث أشهر من حياتهم رح يضل يسمعها متواصل على الطيارة وعشان تقدر الأم يعني تقعد بأريحية فمثلاً إذا عنده جدول نوم قبل موعد السفر شوي تأجله إياه إنه ينام على الطيارة حرينا نقول بدنا نلعب على وقت النوم بالضبط بدنا نلعب على وقت النوم هلأ في أمهات ممكن يعطوا أدوية بتنيم أو أدوية ممكن تساعد إنه تنيم الطفل على الطيارة يفضل باستشارة الطبيب ما ينعطاه بطريقة عشوائية بطريقة عشوائية لأنه كثير من الأمهات بيالجأولة بلاقوها طريقة سهلة ومريحة وخصوصي للسفر الطويل للأسف أحياناً بتضطري تكوني من سافرة ل 17 ساعة فبتلاقي أنه تحتاجي إنه تنيمي البيبي يعني مشانك ومشانك كمان الموجودين صح صح بس هلأ في دراسات جديدة عملت على مضادات الهستامين واللي هي عادة الأمهات بلجأوا لها عشان ينيموا الطفل لقوا أنه مضادات الهستامين في بعض منها بيخلي الطفل هايبر أكتف أكتر يصير ضايج وبدو يتحرك أكتر عنده طاقة زيادة بدو يفرغها وعكس ما هي لازم تعمل فننتبه يعني أتليست على الأقل تكوني مجربة مضاد الهستامين اللي بدك تعطيه على الطيارة وطبعا باستشارة الطبيب تمام أكيد لازم نحن نكون حذرين بأي شيء عم نعطيه لأطفالنا هذا شيء مهم بدنا نحكي يمكن أكتر على البكة بالطيارة هل هو سببه إزعاج أو ألم معين بيشوفه البيبي أو بيكون عم بيعاني منه البيبي ولا هو بس مجرد خوف من ركوب الطيارة هو ألم معين عند ديني بيكون عم بيحس فيه الطفل خصوصا الطفل الرضي إذا عمنا نحكي عن طفل فوق عمر السنة طبعا هو نضغط ما عنده مساحة يتحرك فيها ما عنده إشياء فهون أنا نصاحي أنه تجيب ألعاب صغيرة أصاص صغيرة إشياء كل ساعة تطلع له لعبة صغيرة إذا مسافر طيران يعني طويل نحاول نلاقيه الشيء بزبط طبعا حكينا اليوم حديثنا كان مطول عن التطورات وقدم نشوف تطورات عند أطفالنا كان جسدية أو خلينا نقول على مستوى الدماغ بس بدي روح هون لسؤال كتير مهم وبيخوف كتير الأهالي بصراحة هو أنه مرض التوحد اللي منشوف فيه وقوف بعملية التطور للطفل فبدينا نعرف شو هي أعراض مرض التوحد أعراض مرض التوحد نقدر نشوفها بعد عمر السنة أو عند عمر السنة فإذا ابنك عمره سنة وما بيزقف بإيديه أو ما بيحرك إيديه بهاي الطريقة أو ما بيأشر بإيده بأصبعه على الإشي اللي بده إياه ممكن يكون في عنده توحد العراض الثاني إنه إذا عم تحكي معاه وما عم بتطلع بعيونك يعني ما بيعمل الـ eye contact هذا ممكن يدل إنه في عنده توحد والعراض الثالث هو إنه إذا بيبكي كتير لما بده يعبر إنه بده إشي ما بقدر يحكي باللغة إنه بده إياها ما بقدر يأشر بإيده إنه بده إياها فببكي هذا عرض إنه يكون فيه توحد هلأ بهاي الحالة بدنا نلجأ لمراكز المراكز المتخصصة لعلاج التوحد أو طبيب الأطفال اللي يدلها على المراكز المخصصة طبعا فيه إلو فحوصات معينة بتنعمل لنعرف نحن طفلنا بإنه في عنده مرض توحد أو لا طبعا وفحوصات معينة وبعدين فيه علاج بسيط ممكن لهم تعمله سواء بالأكل أو بتفاعل أو هاي الأشياء يعني كمان فيه إلو حل مش إنه إشي بيخوف كتير إذا طلع عند الطفل المرض التوحد خلينا نقول هو مرض مثل ما قلتي ممكن نشوف إلو علامات أو دلالات معينة منعرف إنه هالطفل مريض مرض توحد بس بدنا نقول فيه إلو أسباب معينة ممكن تكون إلو علاقة بالبيئة المحيطة فيه ممكن يكون إلو أسباب صارت بوقت الحمل مثلا إذا الأم كبيرة بالعمر وصار عندها حمل ممكن يكون بزيد من احتمالية يكون فيه عندنا توحد ممكن إذا الأب والأم أرايب وتجوز وممكن يزيد من احتمالية توحد إذا فيه إلو عامل جيني إذا عندنا بالعيلة ناس عندهم توحد ممكن الطفل يطلع عنده توحد وفيه بعض الأغذية كمان بتأثر على توحد أو تزيد من احتماليته كما إنه بعض الأغذية ممكن يتعالج التوحد فإلو كتير أسباب بس هاي أهمها هاي من أهمها في ناس ممكن تقول أو تخاف تقول لك هلأ مثلا نحن يمكن ما بيشوف ناس كتير أنا ابني بيعاني أنه كل الوقت لحاله على التلفزيون هيدول الاشياء معقول يكون فعلا إلون تأثيرات متل ما بتأثر متل ما قلتي متل ما بيأثر يمكن عامل الجينات بتأثر القاعدة على التلفزيون كل الوقت أكيد بتأثر هلأ الطفل اللي عم بيقعد على التلفزيون كل وقت ما عم بتفاعل مع ناس قده ولا عم بتفاعل مع البيئة الخارجية فممكن تزيد من احتمالية التوحد أو إذا عنده عامل خفيف بتزيده فمنفضل أنه دايما يكون فيه تفاعل مع التواصل اجتماعي مع الأطفال اللي قده فيه كمان بعمر الولادة لعمر الست أشهر حصص تعليمية أو تفاعلية مع الأم والطفل بتكون منها أنه بتحرك الطفل وبتعلموا عن الرياضة من هو وصغير ومنها بتسمعوا موسيقى وهذه الأشياء فمننصح الأم تدور على المراكز المتخصصة بهذه الأشياء لأنها كتير بتفيد الأم والطفل بتعطي زي كواليتي تايم يعني لأم بتقضي وقت حلو مع طفلها وتفلها باستفيد كمان مثل العاضي رولا عم تعطينا معلومات مفيدة جدا وغنية وأكيد لمعلومات أكتر بكتير عن غيزة الطفل وخطوة الأولى اللي بدو يمشي فيها خلينا نقول هيك هيدا وكلو بحلقتنا جاي انطرونا بس لا تنسوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة